هذا قال قوم مريم لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء ولم يقولوا يا مريم لأنهم لو قالوا يا مريم لزاد عدد الياءات واحدا واختفت المنظومة الرقمية لتكرار حروف الميم والراء والياء والميم أي اسم مريم واختفت المنظومة الرقمية لتكرار حروف كاف هايا عين صاد وزاد عدد كلمات السورة واحدا ولم يقبل أي من هذه الأعداد القسم على تسعة عشر حتى يتبين لهم أنه الحق رقم سورة مريم في القرآن هو تسعة عشر ذكر اسم السيدة مريم أول مرة في بداية القصة وذكر في أواخر القصة ذكر أول مرة في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم وذكر في أواخر القصة في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم المفاجأة أن عدد الآيات من الآية الأولى إلى الآية الأخيرة بالضبط تسعة عشرة آية سبحان الله إذن الله تعالى وضع الآية الكريمة واذكر في الكتاب مريم بشكل يتناسب مع العدد تسعة عشر بصورة مذهلة فلها موضع مميز على مستوى القرآن كله فلو قمنا بإحصاء عدد الآيات من هذه الآية واذكر في الكتاب مريم حتى آخر القرآن نجد عدد الآيات بالضبط هو تلت تلاف وتسعمية واحد وسبعين آية هذا العدد يساوي تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر مضروبا في أحد عشر وأحد عشر هنا تكرار اسم المسيح في القرآن وهو عدد كلمات الآية واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا لا نملك إلا أن نقول سبحان الله ولكن ماذا عن عدد كلمات سورة مريم إنه ألف وثلاثة وثمانين كلمة أي تسعة عشر في تسعة عشر في ثلاثة الثلاثة هنا تشير إلى حروف اسم مريم الهجائية الميم الراء الياء سبحان الله إذا قمنا بإحصاء حرف الميم في سورة مريم نجد أنه تكرر ميتين وسبعة وثمانين مرة حرف الراء تكرر مية وسبعة وستين مرة حرف الياء ثلاثمائة واثنان وأربعون مرة وحرف الميم مكرر مئتان وسبعة وثمانين مرة المفاجأة المحيرة بالفعل أن مجموع حروف اسم مريم أي الميم والراء والياء والميم في سورة مريم هو ألف وثلاثة وثمانين حرفا هو نفس عدد كلمات سورة مريم لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول سبحان الله تصوروا أن عدد كلمات سورة مريم هو نفس عدد مرات تكرار حروف اسم مريم في سورة مريم وهو من مضاعفات الرقم تسعة عشر مرتين نفس رقم سورة مريم تسعة عشر ونفس عدد آيات قصة مريم تسعة عشر والله إن العقل لا يقف ويحتار كيف يمكن لهذه الأرقام أن تأتي بهذه الدقة المذهلة ولكن هذا ليس كل شيء فعدد حروف سورة مريم كاملة مع عدد الحروف النورانية كاف ها يا عين صاد وفق ضوابط هذا البحث هو ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون حرفا هذا العدد أيضا من مضاعفات الرقم تسعة عشر وهو من مضاعفات عدد آخر هل تعلمون ما هو؟ دعوني أقرأ معكم ثلاثة وثمانمائة وستة وسبعين يساوي مئة وأربعة عشر مضروبا في أربعة وثلاثون كلنا نعلم أن العدد مئة وأربعة عشر هو عدد سور القرآن ولكن ماذا يعني العدد أربعة وثلاثون؟ إنه عدد مرات ذكر اسم مريم في القرآن كله سبحان الله إذن كأن هذه الأرقام تريد أن تخاطب أهل الكتاب وتقول لهم إذا أردتم أن تتعرفوا على السيدة مريم فعليكم بهذا القرآن الذي هو مئة وأربعة عشرة سورة والذي ذكر اسم مريم أربعة وثلاثين مرة والذي خاطبكم بالرقم تسعة عشر وقال لكم عليها تسعة عشر ثم قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فهل تستيقنوا بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى؟ ولكن ماذا عن الحروف النورانية في بداية سورة مريم وتسمى الحروف المقطعة إذا قمنا بعد هذه الحروف وفق ضوابط البحث نجد عددا أيضا من مضاعفات العدد تسعة عشر وأيضا من مضاعفات مئة وأربعة عشر سبحان الله فحروف الكاف والهاء والياء والعين والصاد تكررت في سورة مريم سبعمائة وتمانة وتسعين مرة وهذا العدد يساوي مئة وأربعة عشر مضروبا في سبعة العدد مئة وأربعة عشر هو عدد سور القرآن والعدد سبعة هو عدد أبواب جهنم والعدد تسعة عشر هو عدد خزنة جهنم سبحان الله كأن هذه الأرقام تريد أن تقول لكم من لم يؤمن بهذا القرآن وجحد كلام الله تبارك وتعالى فجزاؤه جهنم ذات السبعة أبواب والتي عليها تسعة عشر الآن دعوني أتساءل كم مرة نزه الله نفسه عن الولد بعد أن نسب إليه الولد سبحانه وتعالى تسعة عشرة مرة في القرآن الكريم دعونا نبحث عن الآيات التي تنزه الله عن الولد في القرآن لنكتشف أن هذه القضية تكررت تسعة عشرة مرة الآية الأولى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وآخر مرة ذكر فيها تنزيه الله عن الولد مرتين طبعا لم يلد ولم يولد مجموع العبارات تسعة عشر وهذه نتيجة منطقية تتفق مع النظام الرقمي القائم على الرقم تسعة عشر ليؤكد لنا الله تعالى أنه إله واحد ليس بحاجة للولد سبحانه وتعالى هناك حرف مميز في هذه القصة أو في هذه الصورة إنه حرف الياء هو حرف مشترك بين اسم مريم واسم عيسى وكاف هايا عينصاد وكذلك زكريا ويحيا إبراهيم إسماعيل إلى آخره هذا الحرف له تركيب عجيب في هذه الصورة أيها الأحبة فحرف الياء تكرر في سورة مريم ثلاثمائة واثنان وأربعون مرة وهذا العدد يساوي تسعة عشر مضروبا في تسعة مضروبا في اثنان التسعة عشر ترمز إلى رقم سورة مريم والتسعة إلى عدد أشهر الحمل ليقول لك إن هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام هو بشر وليس إلها والرقم اثنان يرمز لمريم وابنها عليهما السلام هذا ليس كل شيء فقصة مريم التي تتألف من تسعة عشرة آية تحوي بالضبط ستة وسبعين ياء أي تسعة عشر مضروبا في أربعة الشيء الأغرب من ذلك أن سورة مريم فيها 342 حرف ياء يعني تسعة في تسعة في اثنان هذه الياءات موزعة عبر خمسة وتسعين آية يعني هناك خمسة وتسعين آية في سورة مريم تحتوي على حرف الياء وهذا العدد أيضا يساوي تسعة عشر مضروبا في خمسة سبحان الله هناك شيء أغرب أيها الأحبة فمعظم الآيات في سورة مريم تنتهي بياء مثلا زكريا خفية شقية وليا رضية إلى آخره لو قمنا بعد الكلمات جميع كلمات الآيات التي تنتهي بياء نجد بالضبط سبعمائة واثنان وعشرين كلمة يعني تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر مضروبا في اثنان سبحان الله شيء غريب طيب ماذا عن بقية الآيات في سورة مريم التي انتهت بحروف أخرى مثل عدة وفدة وردة ركزة إلى آخره عدد كلمات هذه الآيات أيها الأحبة التي لم تنتهي بياء عددها بالضبط ثلاثمائة وواحد وستين كلمة وهذا العدد يساوي تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر إذن وجود الياء والألف في فواصل الآيات ليس عبثا إنما جاء بنظام محكم حتى إننا إذا بحثنا عن ياء النداء في القرآن كله نجد أنها تتكرر بالضبط ثلاثمائة وواحد وستين مرة وهذا العدد يساوي تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر كأن لغة الأرقام تريد أن تقول لك أيها المؤمن إذا ناديت فتوجه بالنداء إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الآن إذا كانت كل هذه النتائج تأتي متفقة مع الرقم تسعة عشر فكم آية تحدثت عن السيدة مريم تحديدا في القرآن اسم مريم تكرر أربع وثلاثين برة ولكن معظم الآيات تتحدث عن عيسى ابن مريم أو ابن مريم هناك إدعش آية في القرآن تحديدا تتحدث عن مريم عليه السلام باسمها بالإضافة إلى ثمان آيات تتحدث عن مريم بصفتها أخت هارون يا أخت هارون التي أحصنت فرجها ابن مريم وأمه إلى آخره إذن مجموع الآيات التي تحدثت عن السيدة مريم في القرآن كله تسعة عشرة آية سبحان الله أول آية في القرآن تحدثت عن السيدة مريم في قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم عدد الكلمات قبل اسم مريم بالضبط تسعة عشرة كلمة سبحان الله الأغرب من ذلك أن آخر آية تحدثت عن مريم في القرآن في قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بعد اسم مريم هناك تسعة عشرة كلمة إذن اسم مريم ذكر أول مرة في القرآن وسبقته تسعة عشرة كلمة وذكر آخر مرة في القرآن وتلاه تسعة عشرة كلمة أيضا سبحان الله وعدد الآيات التي تتحدث عن السيدة مريم تحديدا تسعة عشرة آية سبحان الله نستطيع بعد هذه النتائج أن نقول ربما ندرك لماذا كتبت كلمة رحمة بالتاء في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا لأنها لو كتبت بالهاء أي بالتاء المربوطة التي تعدها أم في اللغة العربية لنقص عدد حروف الهاء واحدا واختل هذا الميزان الرقمي المحكم في عدد تكرار حروف كاف هايا عين صاد وربما ندرك أيضا لماذا قال قوم مريم لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء ولم يقولوا يا مريم لأنهم لو قالوا يا مريم لزاد عدد الياءات واحدا واختفت المنظومة الرقمية لتكرار حروف الميم والراء والياء والميم أي اسم مريم واختفت المنظومة الرقمية لتكرار حروف كاف هايا عين صاد وزاد عدد كلمات السورة واحدا ولم يقبل أي من هذه الأعداد القسم على تسعة عشر وهذا يدل على أن كل كلمة وكل حرف في هذا القرآن نزل بعلم الله القائل وأحصى كل شيء عددا وكأن الرقم تسعة عشر هو بصمة أو شيفرة تستطيع من خلالها التأكد بأن هذا القرآن لم يحرف كما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ القرآن الكريم يستخدم أسلوبا شديدة تعقيد ليدلنا على سلامة النص القرآني وهو أسلوب الحروف الهجائية في تركيب الآيات نحن نعلم أن حروف اللغة العربية ثمانية وعشرين حرفا ولكن إذا درسنا توزع هذه الحروف في القرآن الكريم نجد أن معظم الآيات التي تنزه الله عن الولد والتي تخاطب أهل الكتاب والتي تبين أن الله إله واحد نجد أن هذه الآيات ركبت من تسعة عشر حرفا هجائيا بالضبط وبطريقة غريبة سبحان الله أول آية ذكر فيها اسم عيسى بن مريم في القرآن هي قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه الآية التي تخاطب أهل الكتاب تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا وهي الألف، الباء، التاء، الجيم، الحاء، الدال، الذال، الراء، السين، العين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، اليا تسعة عشر حرفا بالضبط أول آية في القرآن تنزه الله عن الولد هي قوله تعالى وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا سبحان الله أول آية تؤكد أن الله إله واحد هي قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه الآية تأتي متفقة مع العدد تسعة عشر وتتألف بالضبط من تسعة عشر حرفا هجائيا أي أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا جميعا مسلمين وهذا يؤكد أن الدين عند الله هو الإسلام أول إقرار من المسيح عليه السلام أنه عبد لله وليس إلها قال تعالى على لسان المسيح إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذه الآية العجيبة على الرغم من أنها تتألف من تسعة كلمات فقط إلا أنها تركبت من تسعة عشر حرفا هجائيا سبحان الله وكأن هذا الرقم مهمته أن يزيل عنك الشك ويزيل عنك الريب كما قال تعالى ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أول إقرار من المسيح في القرآن أنه لن يستنكف أن يكون عبدا لله في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هذه الآية تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا أي نفس النمط القرآن القائم على العدد تسعة عشر آية شهيرة نعرفها جميعا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أيضا استخدم في بناء هذه الآية من حرف اللغة تسعة عشر حرفا هجائيا بالضبط سبحان الله أول نداء لأهل الكتاب بصدق هذا النبي أيضا نجده متفقا مع رسالة الرقم تسعة عشر قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذه الآية تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا وتسلسلها في القرآن سبحان الله 684 أي تسعة في تسعة في أربعة سبحان الله لكي لا يظن أحد أن هذه مصادفة هناك آية ثانية في القرآن لها نفس الصيغة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير هذه الآية تتركب أيضا من تسعة عشر حرفا هجائيا وتسلسلها في سورة المائدة تسعة عشر آيات كثيرة 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 جدا تسير بنفس هذا النظام مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذه آخر آية نزلت في ذكر مريم عليه السلام ركبها الله من تسعة عشر حرفا أيضا سبحان الله أول مرة وردت فيها عبارة روح القدس مع النبي عيسى عليه السلام قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس هذه الآية تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا ولكي نبعد احتمال المصادفة نذهب إلى آخر آية تتحدث عن روح القدس إنها قوله تعالى عن القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين عدد حروفها الهجائية تسعة عشر حرفا كأن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى أنه أيد المسيح بالروح القدس واستخدم الرقم تسعة عشر هذا الإله هو نفسه الذي أيد محمدا بالروح القدس واستخدم تسعة عشر حرفا سبحان الله إن الذي أنزل هذه الآيات وخاطب بها أهل الكتاب أنزل آيات خاطب بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا لكي لا يظن أحد أن هذه المصادفة هناك آية ثانية شبيهة بها لا توجد غيرهما آيتان قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين على الرغم من اختلاف الألفاظ والحروف إلا أن هذه الآية أيضا تركبت من تسعة عشر حرفا هجائيا وهذا دليل على أن الذي أنزل آيات القرآن هو إله واحد سبحانه وتعالى إن الذي أنزل هذه الآيات هو القائل قل لئن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة هذه الآية تتألف أيضا من تسعة عشر حرفا هجائيا هذا النظام المحكم والثابت لا نجد فيه أي تناقض أو اختلاف لذلك هناك آية تؤكد حقيقة عدم وجود تناقض أو اختلاف في هذا القرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أيضا هذه الآية تركبت بالضبط من تسعة عشر حرفا هجائيا وهكذا نجد آيات ونصوص القرآن تأتي لتخبرنا وبلغة الرقم تسعة عشر أنه كتاب الله تبارك وتعالى وأن الله إله واحد وأنه لم يتخذ ولدا وأن رسالة الإسلام هي الحق هناك آية عظيمة في القرآن الكريم طويلة جدا يقول الله تعالى فيها قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون أيضا هذه الآية تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا ورقمها تسعة عشر سبحان الله الله تعالى يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذه الآية التي تنزه الله عن الولد تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا والآية التالية تقول على لسان عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أيضا تتألف من تسعة عشر حرفا هجائيا الأرقام الواردة في القرآن كله القرآن ذكر الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 19 20 30 40 50 70 80 99 100 200 300 30 2022 1 2 3 500 50 50 50 30 70 eastern Jill 30 500 50 50 50 35 5050 هذه الإعداد كلها التي وردت في القرآن مجموعها 162 146 ماذا يساوي هذا العدد؟ يساوي تسعة عشر مضروبا في 34 مضروبا في 251 إذن مجموع الإعداد في القرآن كله من مضاعفات لعدد تسعة عشر رقم سورة مريم ومن مضاعفات 34 الذي هو عدد مرات ذكر اسم مريم في القرآن كله لا نملك إلا أن نقول سبحان الله ولكن قد يسأل سائل ما هو البديل عن التسليث إنه وحدانية الله فبعدما استيقنت أن الله ليس له ولد وأن عيسى عليه السلام هو رسول الله وأن مريم هي السيدة المطهرة هناك حقيقة ينبغي أن تعترف بها وهي لا إله إلا الله هذه العبارة تتناسق مع الرقم 19 بشكل مذهل لقد أمر الله نبيا عليه السلام أن يعلم أنه لا إله إلا الله فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذه الآية رقمها 19 في سورة محمد سبحان الله ولكن دعوني أحلل معكم حروف هذه العبارة العظيمة لا إله إلا الله فإذا كتبنا تحت كل كلمة عدد حروفها نخرج بعدد هو أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وثلاثون يساوي تسعة عشر مضروبا في تسعة عشر مضروبا في إثنى عشر سبحان الله التسعة عشر هي رقم آية لا إله إلا الله في سورة محمد والتسعة عشر الثانية هي عدد كلمات هذه الآية واثنى عشر هو عدد حروف لا إله إلا الله إذن هناك نظام مقصود ومخطط له مسبقا وكأننا أمام برنامج قرآني أساسه الرقم تسعة عشر يشهد بصدق هذا القرآن وأنه رسالة الله إلى البشر جميعا إن الذي يتأمل هذه المنظومة الرقمية المذهلة في القرآن الكريم يقف أمام ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن يكون هذا النظام من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مستبعد تماما لأن عصر النبي لم يكن فيه حاسبات رقمية وبرامج إحصاء لذلك هذا الاحتمال غير منطقي الاحتمال الثاني أن يكون هذا النظام الرقمي جاء بالمصادفة وهذا الاحتمال مستحيل لأن المصادفة لا يمكن أن تصنع مثل هذا النظام ولو كانت المصادفة تأتي بمثل هذا النظام لوجدناها في أي كتاب آخر بقي الاحتمال الثالث وهو أن يكون هذا النظام قد تم ترتيبه مسبقا وأن كلمات وحروف القرآن قد تم وضعها وفق برنامج رياضي محكم يثبت صدق قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأن الذي وضع هذا البرنامج الرقمي للحروف والكلمات والآيات والسور يعلم ما ينزل كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيدة وهذا الاحتمال هو الوحيد الذي يمكن للعقل أن يتقبله مثلا الصيام في القرآن دائما يأتي بالياء الصيام إلا في موضع واحد أتى بصيغة الصوم بالواو بدلا من الياء قال تعالى في سورة مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لو كتبت الكلمة بالياء يعني قال تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما لو قال صياما لزاد عدد الياءات واحدا واختفى جزء من هذه المنظومة الرقمية المتعلق بعدد الحروف المقطعة وعدد حروف اسم مريم وهذا يدل على أن هذه الكلمة مخطط لها مسبقا أن تأتي بهذه الصيغة صوما وليس صياما لتحافظ على النظام الرقمي المحكم فتأملوا هذه الدقة المذهلة وأخيرا أيها الأحبة نؤكد بأن هذه الحقائق هي جزء صغير جدا من معجزة كبرى وصفها القرآن بإحدى الكبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بها من يشاء من عباده إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته